ونبدأ من نادي الاتحاد السكنداري اللي بيعيش حالة فنية غير مرضية طبعا بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام بيرامز المباراة دي اللي حصل فيها أزمة كبيرة جدا بين آيمن غباشي ده لعب نادي الاتحاد وعدد من جماهير النادي وطلب مجلس إدارة الاتحاد السكنداري برئاسة محمد مصلحي تقرير مفصل من الجهاز الإداري للفريق عن وقاعة آيمن غباشي اللي كان بيها بعد التعدي بعض الألفاظ الخارجة من الجماهير أو بعض عدد من الجماهير اللي حضرت المباراة بيرامز طبعا المباراة اللي أقيمت فيه استاد دفاع الجول جماهير بتتكلموا اللعيب رد عليهم من الاتحاد طبعا خسر المباراة أمام بيرامز بهدف لا شيء للغاني طبعا جون أنتوي دي من فعلات الجولة 30 للدوري وظهور طبعا حالة من الغضب الكبيرة جدا لدى الجماهير أو بعض الجماهير اللي كانت حضرة المباراة طبعا من المقرر كمان أن محمد مسالح رئيس النادي بيدرس الموقف بشكل جاد جدا في حالة طبعا تأكدوا أن شباك اللعب لفظيا مع جماهير نادي الاتحاد هيتم طبعا معقبته ماليا وإداريا طبعا تبقى للليحة الجزاءات المقررة من الكابتن طلعت يوسف رئيس الجهاز الكرة طبعا والمدير الفني للفريق والمعتمدة من مجلس إدارة الفريق من الجماهير دي؟ من الجماهير حضرت ازاي؟ الجماهير حضرت ازاي بعض الأفراد يعني بتبقى متواجدة بطريقة عشوائية شوية ويمكن الخبر الناس بتقوله هو فيه جماهير في الملعب أو فيه عدم حضور جماهير عندك ظروف كورونا لكن أيا كان لو فيه حتى 3-4 وحصل مشادة ما بين اللاعب وبين الجماهير يعني هو طبعا الجماهير عندها حق أو جزء من الجماهير أو أنت عارفين طبعا الاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة طبعا يسهم عنده شوية مشاكل في النتائج الجماهير كان تتمنى هو يكون في مركز متقدم يخش المربع الدهبي ويمسل حتى على البطولة البطولة العربية لكن الأسباع الأخيرة بصراحة يعني فيه معدل هزايم كبير جدا ماشي بس ده ما يمنعش أنه فيه أسس وفيه لوائع طبعا ما هذا عشان كده وتتطبق على اللعيب وجهازه الفني وعلى اللعيب وجمهور وده اللي بيعمله محمد مسالح وبرضو من الجماهير برضو من الجماهير اللي حضرت انت فأجواء كورونا دي المفروض يعني بحساب جدا فاهم المطشط يعني لا هو طبيعي ما فيش طبعا جماهير لكن بيقولك بعض الأحيان يعني بيكون جماهير مش جماهير احنا بنتكلمش على تلاتين اربين الف يمكن خمسة ست من اللي بيحبوا نادي الاتحاد السكنداري كانوا موجودين في المدرجات وبالتالي العقوبة منتظر اللاعب وده شيء إداري وده شيء مهم جدا يعني المستوى الالتزام لازم يكون موجود ومحمد مسلحي طبعا راجل بيقدم الدعم بشكل كبير جدا اذا كان دعم مالي او دعم فني يعني ما بيقصرش مع الاتحاد السكنداري كان لازم جدا واضح جدا فيه لايحة تطبع على اللعيب بس كيف نتمنى نشوف ان شاء الله نادي الاتحاد فيه يعني فيه تقدم لأن بيقولك المستويات لحد المال الأسابيع اللي فاتت مش على قد المستوى طبيعي